بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا جماعنا هسألكوا سؤال هو تجويد القرآن وتعليمه فرض على كل مسلم ولا لا؟ فرض طبعا يعني فرض على كل مسلم مسلم أنهم يتعليموا تجويد القرآن يعني ربنا بيقول في القرآن في صورة المزمل وردت للقرآن ترتيلا وبعدين علماء القرآن بيقولوا ومن اللي بيتعلم تجويد القرآن فهو آثم علي زنب اعتقد يا جماع أن الناس دلوقتي بتتعلم إنجليز وفرنسا والكمبيوتر وجاء عند القرآن متعلمهوش فده معنى إيه؟ طب يعني لو الناس دلوم ماتت هيقبلوا ربنا إزاي؟ يعني لو واحد عنده وابعين سنة تلاتين سنة وعشرين سنة ولا سنة متعلمش هيقول لربنا إيه؟ لو هو تعلم كل حاجة في الدنيا وجاءنا عند القرآن متعلمناهوش دي مشكلة فأنا معا في الفيديو دلوقتي أنا هشرح فيه يعني تجويد القرآن وطبعا بالنسبة يعني لو طبقته إن شاء الله بنسبة 70% تبقى تعلمت تجويد القرآن فأنا عاوزك تحمل الفيديو دي عندك وتنزله بحيث أن تتبع معاه وطبقه وإن شاء الله في خلال أسبوعين بإذن الله تكون تعلمت التجويد فأنا حدق دلوقتي الحكم الأولين وربنا يا عنا أنا دلوقتي جماعة حق ده في شرح أول حكم بصغ معا أي ميم وأي نون في القرآن كله أي نون وأي ميم في القرآن كله يجي عليهم شدة نوف عليهم حركتين يعني نوف عليهم حركتين يعني يوم يكونوا الناس يوم يكونوا الناس مش يوم يكونوا الناس يوم يكونوا الناس كالفراش المبثوث مثلا فأما فأما مش فأما لا فأما ليه لأن الميم جي عليها إيه شدة من فوق مثلا ثم كلا سوف تعلمون الميم جي عليها إيه شد يبين نوف عليها حركتين ثم كلا هنا لترون الجحيم ثم لترون ها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم يبقى أي ميم وأي نون في القرآن كله يكون عليهم شدة نوف عليهم إيه حركتين خلص زي ما انتم شفتوا كده جماعة في الحكم الأولاني إن زي ما تفعلن أي ميم وأي نون يكون عليهم علامة الشدة هنوف علي حركتين يعني هوريكوا بقي عشان أنتم كمان تشوفوا يعني مثلا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فأما فأما مثلا كل أعوذ برب الناس ملك الناس مثلا عم يتساءلون الحكم الثاني جماعة هو حكم المد بص أي مد هيقابلنا في القرآن أي مد ودي علمت المد أي مد هيقابلنا في القرآن كله هنمده أربع حركات يعني أربع حركات يعني قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أن عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد أي مد هيقابلنا في القرآن كله يكون يمده أربع حركات وفيه بس في حكمة داني في المد كده عايز أقول لكم جماعة هو سهل أوي برضو بص فإذا جاءت يبقى الجيم أدي أهل مد هنمده أربع حركات فإذا جاءت بص بقى جماعة هو ده الحكم عايز أقول لكم أي مد يقابلنا الحرف اللي بعدي يكون عليه شدة هنمده ست مشاربعة أي مد هيقابلنا الحرف اللي بعدي يكون عليه شدة هنمده ستة حركات يبقى فإذا جاءت الطامة الكبرى زي ما وضحت لكم جماعة في الحكم التاني إن أي مد هيقابلنا هنمده أربع حركات المعدة المد اللي هيكون بعدي الحرف يكون عليه شدة ستة وهو ريكو بقى عشان تعرفوا إزاي يعني مثلا كليا هو جامعة كل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا خلاص فإذا جاءت الصاخة كده يا معانا إنه وردكو إزاي المد الحكم التالت الحكم التالت في صورة العاديات بصنا أي قاف وأي طه وأي به وأي جيم وأي دال والعلماء اختصرها في كلمة اللي هي قطب جد قطب جد أي قاف وأي طه وأي به وأي جيم وأي دال يكون عليهم علامة السكون السكون اللي هي علامة الدال الزغيرة دي جماعة والعادياتي ضبحة مش ضبحة لا والعادياتي ضبحة فالمورياتي قادحة الدال عليها يسكون فالمورياتي قادحة فالمغيراتي صباحة فآثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا مش فوسطنا لا فوسطنا به جمعا مثلا جنات عدن تاجري من فرصلك معي بأي أي عن السكون قد وديك فين هيئة الآيات عشان أوضح لك بردو أسهل بسورة الفلق وهي كل أعوذ برب الفلق القفضي من حرف إيه قط بجد كما انقل قال كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد كده أنا وضحت لكو إيه في الحكم الثالث زي ما وضحت لكو جماعة في الحكم الثالث إن أي قاف وأي طه وأي به وأي جيم وأي ذال يكون عليهم معلمة السكون أو ييجوا في نهاية الآيات نقلقا لها يعني فوسطنا به جمعا فوسطنا به جمعا مثلا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صباحا مصبحة فالمغيرات صباحا مثال كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحكم الرابع دمعا في سورة الزلزلة بص دمعا أي تنوين حقيقي في القرآن أو أي نون مش عليها تشكيل أي تنوين يا جماعة من أشكاله شرطتين تحت شرطتين فوق ضمتين فوق أي شكل من أشكال التنوين أو أي نون مش عليها تشكيل أي نون مش عليها تشكيل أو أي شكل من أشكال التنوين يجي بعدها حرف من حروف كلمة يرملون اللي هي اليه والره والميم واللام والو والنون والعلماء برضو اختصارها في كلمة اللي هي كلمة يرملون نعمل إيه ما ننطقش التنوين وما ننطقش النون وننطق اللي هي حرف من حرف يرملون يعني إيه كلام دوت يعني مثلا يوم إذن يصدروا يوم إذن يصدروا مش هنقول يا جماعة يوم إذن يصدروا لا حنشيل التنوين وحننطق اللي هي ونمدها حركتين يوم إذن يصدروا مثلا وما يعمل هنون مش عليها حاجة والحرف اللي بعدها جي ايه يبقى وما يعمل أوضح لكم شوية وأسهل في مدام في صورة المسد بص يا جماعة تبت يداء بلهب وتب أدي تنوين جيه وبعد كده وو والوو دي من حرف ايه يرملون يبقى لهب وتب مش هنقول لهب وتب لا لهب وتب مثلا في جيدها حبل ممسد أدي تنوين جيه وبعدها حرف ايه الميم حرف الميم دا من حرف ايه يرملون يبقى حبل ممسد ودي نون والنون علي حاجة لا مش هلية حاجة جيه بعدها الميم يبقى ايه حبل ممسد في صورة العلق يبقى ايه وفي صورة العلق يبقى ارقاه يبقى الرآه الرآه النون مش عنها حاجة ما كان الجاهي حرف ايه الره يبقى الرآه استولى يبقى زي ما قدحت لكم جماعة في الحكم الرابع ان اي تنوين هيقبلنا واي نون مش عليه تشكيل يجي بعدها حروف من حروف كلمة يرمى لون اللي هي اليه والره والميم واللام والو والنون نعملها كالقادي زي ما انا هوريكم بقى كده يعني مثلا يومئذ يصدر مش يومئذ يصدر مش هنمطق التنوين وحنمطق اليه والميم ده حركتين يومئذ يصدر مثلا فمن يعمل مش فمن يعمل فمن يعمل مثلا تبت يداء بلهب وتب مش لهب وتب لا لهب وتب مثلا حبلوم لا مو عليها تنوين ما كده ميم حبلوم من مسد تاني حبلوم من مسد مثلا الاخيرة ليه ارقاه استغنى مش ان رقاه لا ارقاه استغنى مش هننطق النون لان النون مش عليها حاجة يبقى ارقاه استغنى مسد الحكم الخامس اللي هنبدأ فيه دلوقتي بصوا همام اي تنوين يجي اي شكل من اشكال التنوين يجي بعدها الحرف ديت عين او غين او حه او خه او همزة او هاء والعلماء سموها حرف الازهار ننطق التنوين زي مثلا ومن شر غاسق اذا وقب او نطاط التنوين ومن شر غاسق اذا وقب سورة مثلا التكاثر ثم لا تسألن ان يومئذن عن النعيم ادي تنوين يا جماعة ويجي بعدها حرف العين والعين دي بحرف ايه الازهار للعين او الغين او الحه او الخه او الهمزة والهاء ون تنوين ما كده عين يبقى يومئذن عن النعيم في سورة العلق ناصية كاذبة خاطئة ادي تنوين جي ومع كده حرف الليه الخه يبقى كاذبة خاطئة في سورة التين ايه ست بس جماعة تنوين جي ومع كده حرف الغين وان حرف الغين دي من حرف ايه الازهار يبقى فلهم اجر غير ممنون يبقى جماعة اي تنوين هيقبلنا يجي بعدها حرف من الحرف دي الي عين او غين او حخ ou خح او همزة او ها نانطقط تنوين والحروف دي سموا حرف الازهار زي ما وضحت لكو كده جماعة في الحكم الخامس قلنا ان اي بقى اي تنوين حيقابلنا من اشكاله اي اشكال من اشكال التنوين يجي بعد عين او غين او حاها او خا او همزة او ها نبين التنوين ننطقه زي مثلا غاسق اذا وقب غاسق اذا وقب مثلا ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم يومئذ عن النعيم مثلا ناصية كاذبة خاطئة تنوين ما كده خا وخاهم الحرف ايه للاظهار مثلا فلاهم اجر غير ممنون تنوين ما كده غين اجر غير ممنون الحكم السابس يا جماعة اي بقى جماعة تنوين يقبلنا اي تنوين او اي نون مش عليها حاجة اي تنوين او اي نون مش عليها حاجة ويجي بعدها اي حرفة اي حرف من الحروف اللغة العربية المعادة حروف يرملون او حروف الاظهار اي لامعة تنويني قابلنا او اي نون مش عليها حاجة يجي بعدها اي حرف غير حروف الاظهار أو غير حرف من حروف يرملون نعمل فيها إيه حاولوك نعمل فيها إيه بصوا أدي تنوينه إيه والحرف اللي بعدها جي إيه الذال الذال دي من حرف يرملون لا طب من حرف الإظهار ليعين أو غين أو حاها أو همز أو ها لا يبقى نعمل فيها إيه سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب من مدى حركتين سيصلى نارا ذات لهب في سورة المسأل الفلق أو ها معم النون دي علي حدا مش علي حدا طب جي بعدها حرف إيه حرف الشين الشين ديت من حرف يرملون لا طب من حرف الإظهار لا يبقى من شري من شري من شري سورة مسأل قارعة النون دي يا جماعة علي حاجة لا مش علي حاجة طب جي بعد حرف إيه حرف الثه طب الثه دي من حرف يرملون لا طب من حرف الإظهار لا يبقى إيه فأما من ثقلت فأما من ثقلت ولم تدى حركتين فأما من ثقلت وفي سورة الضحى مثلا يا جماعة هنا هو في سورة الضحى التنوين دوت جي بعدها حرف إيه الفه الفه دي من حرف يرملون لا طب من حرف الإظهار لا يبقى ألم يجدك يتيما فاوى يتيما فاوى زي ما وضحت لكم كده جماعة في الحكم السادس قلنا أن أي تنوين هيقابلنا من أشكاله أو أي نون مشعلات أشكال يجي بعدها حروف أي حرف من حرف اللغة العربية كلها المعدة حرف يرملون أو الإظهار اللي قلنا عليها نعمل إيه ما نمترش التنوين وهنعملها زي ما نهواريكم كده مثلا سيصلى نارا نارا ذات لهب مثلا من شري من شري غاصق إذا وقب مش حالة نتقل نون أو من شري مثلا فأما من ثقلت فأما من ثقلت موازينه السابع اللي عايز تشرحه إيه هو أي بقى يا جماعة نون أي نون تيجي في وسط الكلمة فلتتنطقش نون دي في وسط الكلمة ايه مش عليها أي تشكيل لا تنطق وتتمد حركتين يعني زي مثال وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ سورة العصر إِمَّ لِنْسَنَ إِنَّا الْإِنْسَنَ إِنَّا الْإِنْسَنَ أي نون يا جماعة تيجي في وسط الكلمة وما يكونش عليها تشكيل ما تتنطقش والمادة ده حركتين إِنَّا الْإِنْسَنَ زي ما بضحتي إلت ق BRE cooking ي錯ee وإن إن أي نون تيجي في وسط الكلمة ولا يكونش عليها تشكيل وما تتنطقش زي مثال فَمَّا الْإِنْسَنَة فأما الإنسانة مش الإنسانة لا الإنسانة مثلا ولا أنتم ولا أنتم مش ولا أنتم النون مش هللي حاجة ولا أنتم الحكم الثامن أي نون يكون عليها الميم ديت أو أي نون يكون عليها الميم اللي فيه ديت ما تتنطقش النون وننطقها ميم كلا لا يوم بذن كلا لا يوم بذن لا أعتقد الحكم هذا سهل قوي زي ما وضحت كده جماعة في الحكم الثامن قلنا أن أي نون يكون عليها علامة الميم الزغيرة هتتقلب ميم زي مثلا كلا لا يوم بذن ونفع عليها حرق تيت كلا لا يوم بذن في الحطمة الحكم التاسع بقى اللي عايز أقوله جماعة بصوا أي ميم تيجي الميم اللي تشايفينها الزغيرة ديت يكون الحرف اللي بعدها به مش حننطق الميم وحننطق الميم ونمتده حرق تيت واجي يومئذ بجهنم أو ما نطقش الميم وحنطق بهم ونمتده حرق تيت واجي يومئذ بجهنم بصواة الفيم بصواة الفيم بصواة دمان أي ميم ما يكونش عليها تشكيل فضيح من فوق ويجي بعدها حرف الب خلاص برضو تتنطق به يبقى تارميهم بحجارة وحنمدها حرق تيت تارميهم بحجارة يبقى جماعة زي ما اتفقنا أي ميم هتقابلنا صغيرة من أننا وردتها ويكون بعدها حرف حرف به حننطق به وأي ميم ما يكونش عليها تشكيل والحرف اللي بعدها يكون به حنعمل ايه نمدها حرق تيت ونطقها ايه به تارميهم بحجارة زي ما وضحت كده جماعة في الحكم التاسع أن أي ميم ما يكونش عليها تشكيل ويجي بعدها حرف الباء ما ننطقش الميم وحننطق الباء مثلا زي مثلا ايه وجيء يومئذ بجهنم اي ميم جات صغيرة هيت وجات بعدها ايه حرف الباء وجيء يومئذ بجهنم مثلا ترميهم بحجارة ترميهم ميم مش علي حجرة كده به ترميهم بحجارة من سجل كده جماعة انا يعني اعملت فيديو بيتكلم فيه بالنسبة حوالي 70% من تجويد القرآن وانا جماعة يعني عشان ما بقاش في حد لي حجة كل واحد يقولك احنا من عشرة تجويد القرآن وما بيصعبوها علينا وإحنا مش حافل نعمل ايه مش بيعرفوا ويشرحوا والموضوع صعب اعتقد جماعة سهلتوا على قد مقدر وما لعبكتش الدنيا زي ما بيقولو فت المطلوب منكو حالي حاكتين الحاجة الاولانية يا جماعة انك تحمل الفيديو دوت وتنزيله عندك وكل 3-4 ايام تطبق حكم يعني يعني مثلا الحكم الاولانية كان اي ميم واي نون وعليم شدة نوفع عليهم حركتين انت مثلا ليك ورد من القرآن مثلا خمس صفح في اليوم انت عليك انك انت الحكم الاولاني دوت تقرأ ورد الدوت ما تركز في اي حاجة من الاحكام غير في الحكم الاولاني ان هو الميم و نون اي ميم و نون انت شوفه وانت بتقرأ تركز اودي علي شدة يبقى ها دي اللي انا احفو علي حركتين ونحن تقرأ بالحكم الاتانية بعد لما تتمكن من الحكم دوت خش بالحكم اللي بعده مثلا قط بجد بعد لما تتمكن من الحكم الحكم التاني دوت خش بالحكم التالت وهكذا يبقى في خلال اسبوع او اسبوعين حتكون اتمكنت من ايه من كل الاحكام انا دماع عشاني طبعا ده مش كل يعني أثرت ومش أثرت لا أنا عملت اللي أقدر عليه أسأل الله أن يتقبل مني الحاجة الثانية يا جماعة ياريت يا جماعة أن يشاير الفيديو دوت ويبعثه لكل الناس لأن دي مشكلة ده وطنعنا وقابلنا ربنا وموتنا حنقبل ربنا هنقوله إيه إحنا ما تعلمناش كلامك يا رب طب جينا الدنيا لإيه فياريت يا جماعة اللي يشوفوا الفيديو دوت يشايره ويبعثه لكل أصحابه وقاديك بتتعلم تجود القرآن وانت قاعد في بيتك ما نزلت يشرحت أي حد فأصلا أن يتقبل مني وجزك وما خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته